الحاجة التانية ان احنا عايزين نقول قصة النقاب عادة وليس عبادة الكتاب اللي نشرته وزارة الأوقاف الاول عشان نفهم خطأ العنوان فضلا عن خطأ المضمون هل النقاب عادة تعالوا نأسس المسألة من جهة الأصول أي نص في الكتاب أو السنة يندرج تحت خمسة ألوان من الحكم يسميها العلماء بالأحكام الشرعية الخمسة ثلاثة في الأوامر واثنان في النواهد وعند الحنفية بدأ الخمسة بيبقوا سبعة احنا مش هنتطرق لهذا الكلام لكن الأحكام الشرعية الخمسة الوجوب والاستحباب أو الندم والإباحة هذا فيما تعلق بالطلب بالأمر والحرام والمكروه فيما يتعلق بالنهي فيبقى أنا عندي واجب مستحب مباح حرام مكروه تعريف الواجب ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام بمعنى لا يجوز لك أن تقول لا إلا إذا كان هناك عذر أسقط الشارع الوجوب عنك به مثلا قال صلى الله عليه وسلم صل قائما هو ده الوجوب والقيام في صلارك فإن لم تستطع فقاعدا يبقى من الذي أسقط عنك القيام الشارع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسقط القيام لوجود العذر المانع من القيام قال لك صل وانت قاعد طب أنا ما قدرش أعد قال لك صل على جم إذن لا يجوز لإنسان أن يترك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان مأذونا له من الله ورسوله أن يترك هذا لأنه عاجز عن فعل الواجب بس أنا ما بتكلمش بقى في العجز أنا بتكلم فيه الواجب المجرد اللي ما فيش فيه أعذار هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام وأصحاب الأعذار لهم إيه أحكام خاصة المستحب ما ترجح فعله على تركه وأثيب فاعله لي لأنه قرب يبقى الوجوب قربة إلى الله عز وجل والاستحباب قربة إلى الله عز وجل وهذا الذي يجلب محبة الله سبحانه وتعالى وقد ذكر الفرض والنفل في الحديث المشهور الذي رواه البخاري في صحيحه أن الله عز وجل قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه هذا الفرض هو ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل هذا المستحب حتى أحب فإن أحببتكم سمعون لذي سمعون إلى آخر الحديث يبقى المستحب ما ترجح فعله ومدح فاعله أيضا وأثيب على فعله تمام المباح هو مستوى طرفاه الواجب إحنا نقول طرفينهم الواجب واجب ما لكش خير فيه المستحب أهو إيد اليمين المستحب أهو يبقى دا يترجح جانب الفعل أهو خلاص المباح كده هو الاتنين زي بعض مستوى طرفاه مستوى طرف الترك وطرف الفعل ولزيكم ما يعرف المباح يقولك ما أذن الله تعالى فيه للمكلف للمكلف بفعل لا يذم ولا يمدح عليه عادة داخل العادات ما هي داخل العادات داخل في المباح زي مثلا إيه كل واشرب زي مثلا لبس العمائم لا يصح حديث في فضيلة العمامة عادة كان العرب يتعممون والصحابة كانوا من العرب في فضلة العمامة خلاص دي أصبحت إيه عادة لا يتقرب إلى الله بلبس العمامة ما هو المباح المباح اللي أقولك مستوى طرفاه أنت بتعمله كده ها الملابس أنك أنت تلبس قميص تلبس شيء آخر تلك الكلام ده دي داخل في باب الإيه داخل في باب المباح يجوز لك أن تفعله لكن المباح ده من الممكن أن يقتنن به شيء من الخارج يقوم رفعه لدرجة المستحب يعني مثلا لو أن رجل الأكل الشرب العادي ده بتاكله عشان لازم تاكل فمباح لك أي أنواع من أنواع الأطعيمة خلاص فإنت نويت وإنت بتاكل هذا الأكل المباح أنت تقرب به إلى الله عز وجل وإن صحيتك تبقى قوية علشان يساعدك على قيام الليل مثلا أو يساعدك على الصيام ده بقى انتقل من المباح إلى القربة يطلع فوق شوية يثاب عليه وإذن العلماء أصول الفقه عندهم بقى عنوان هل المباح ممكن ينقلب إلى مستحب إلى قربة يعني آه ينقلب النوم النوم ما هو عادة أنت بتنام وخلاص ما بتنامش كده يعني بمنية القرب إلى الله عز وجل إلا إذا أضفت شيئا واحد بينام بدري بعد صنة العشاء علشان يقدر يقوم الليل يأخذ أجرا على هذه الني كما قال معاذ بن جبل لأبي موسى الأشعر إني أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي وأنا بنام لي نية صالحة وأنا بنام فيبقى المباح مباح اسم مباح ليس فيه أمر ملزم ولا أمر يوجب القربة إنما هو من حيث مباح مجرد من حيث مباح مجرد العبادة لا يراعى فيها المعنى بخلاف العاد إزاي يعني لا يراعى فيها المعنى قال لك كثير من التعبدات غير خاضعة للعقل بدليل مثلا أن الذي توضأ ثم أحدث العقل يقول أن يغسل موضع الحدث فقط إيه دخل غسيل إيه في الموضوع غسل وشه ليه يعني ممكن واحد يكون واقف على الحوض بيتوضأ وخلاص هيغسل رجله أحدث طب يجي منه ضؤم الأول ولا يكمل غسيل رجله ما هو إذا كنت هيغلي يجيب الوضوم الأول ده بدأ وشه لسه بنازل مية وإيديه لسه بتنازل مية فيعني هغسلها بالمية ليه تاني يعني ما هو ده تحصل حاصل فكان المفترض أن المرأة إذا أحدث لا يغسل إلا موضع الحدث إنما الإيدين والرجلين والبوء والوش وكاد مالوش لازم قال لك ده لا تبحث في التعبدات عن معنى لأن أصل التعبد أن تخضع لله عز وجل فيما أمر سواء فهمت أو ما فهمتش الصلاة هيئة الصلاة لا هيئة معينة غير مفهومة بعض الناس بيحاول يفهم لكن ما عندوش نص أنا بحط الإيدي اليوم على اليسرى ليه؟ واحد يقول لك أصلب حطها على الشمال عشان لإيه؟ عشان القلب ها؟ مع إن هذا لم يرد وضع اليمن على اليسرى على الصدر